نحن في كل مكان في هذا اللقاء الخاص الذي نجيف فيه عن كافة الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين حول فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الدكتور علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية بمصر مرحب حضرتك معنا على شاشة أكسرينيوز أهلا وسهلا في البداية تقييم حضرتك لمعدل الإصابات والوفيات في مصر بفيروس كورونا المستجد زي ما احنا عارفين هو احنا دلوقتي عدينا لألفين حالة إصابة الأرقام اللي بتعلن يوميا من وزارة الصحة دي بتتم نتيجة إجراء التحليل بالنسبة للمرضى احنا متوقعين العداد تزيد لأن احنا كل يوم لسه بالنهاية حالات فزي ما احنا عارفين كل شخص مصاب بيعدي أشخاص تانية حوالي ثلاثة أو أربع أشخاص آخرين ممكن يحصل لهم الإصابة من الشخص المصاب فطبعا لا لسه متوقعين حالات الفترة القادمة فعايزين نشجع الناس أن هما يلتزموا بالمكوتس في البيت لكن الوتيرة بتاعت معدل الإصابات هل بيصير بطريقة سريعة أم معدل الطبيعي؟ حتى الآن معدل الإصابة مفهوش تضاعف يومي زي اللي احنا شفناه في بعض دول الأخرى التضاعف بيتم على فترة طويلة حوالي 8 أو 9 أيام طبعا مع الإجراءات اللي بتتتمع عشان نقلل الوتيرة تتضاعف من إجراءات وقائية مهمة جداً نحن نلتزم بيها عشان نقلل سرعة الزيادة هناك بعض حالات القلق الزائد التي بتنتاب بعض الأشخاص حول الإصابة بفيروس كورونا المستجد أول ما بيظهر عليه أعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة أو احتقان في الحلق بيفترض أنه مصاب بالفيروس كيف نتعامل مع حالات القلق؟ هو في الحقيقة أعراض الكورونا مشابهة قوي لأعراض دول برد العادي اللي بيمر بينا كلنا الفكرة لو أي حد عنده أعراض ويكون مخالط لحالة ثبت أنها كورونا في الغالب بيبقى كورونا طب أنا لو أنا مش عارف أعمل إيه أول حاجة أحاول ألتزم بعزل منزلية بقى في أوضع الوحدي وبقى أقلل اختلاط بالآخرين وأكلم مية وخمسة مية وخمسة ده الخط الساخن لو بيشتغل 24 ساعة في اليوم أكلم مية وخمسة أقولهم على الأعراض بتاعتي وهم هيقيموا الموقف لو أنا لو أنا محتاج أروح مستشفى هيوجهوني لأعراض مستشفى أروح فيها في وقت ما فيهوش زحمة طبعا الأعراض ظهرت بالليل بداية زهورها بالليل وقت الحاضر يرجاع أن ألتزم بالعزل المنزلي على قد ما نقدر بس لو موضوع كبير شوية مية وخمسة هيوجه إسعاف لإلغاية البيت أخذني تودييني المستشفى عشان يتم إجراء التحليل ويتدخل الطبي لحالتي في الأونة الأخيرة ظهرت بعض الأبحاث حول علاج لفيروس كورونا لكن منظمة الصحة العالمية قالت أنه لن يكون هناك علاج قبل سنة تقريبا هل نقترب حقا من العلاج؟ فيه علاجات قديمة ثابت مأمونياتها في استخدامها على البشر لأمراض زي المالاريا أو مضابطات حيوية أو علاج للأيدز أريد تستخدم في المجتمع العادي على مستوى العالم لعلاج أمراض أخرى فملهاش من مشكلة أنها تتاخد للأشخاص لأنها ما بتضرش هي بتعالج أمراض تانية وثبتة أنها بتقلل من نشاط الفيروس بس هي مش علاج فعال مية في المية أو علاج مخصص مية في المية للكورونا حاليا فيه تجربة سولادارة الترايل على مستوى العالم مصر مشتركة فيها لاختبار مجموعة من الأدوية اللي إن شاء الله مع التعاون بين حوالي 90 دولة على مستوى العالم نوصل لعلاج ونسرع وطيرة البحث بحيث أنها هنوصل لعلاج قريب بس حتى الآن ما فيش علاج فعال مية في المية للقضاء على الكورونا هل هناك بعض الأدوية التي يمكن اتخذها كإجراء وقائي من الإصابة بفيروس كورونا؟ مفيش دواء ملوش أدرار جانبية أي دواء مهما كان للأسف مع الإشعاعات الكتيرة اللي طلعت بعض الناس تجهت للصيدليات عشان تاخد أدوية وتخزينها في البيت في الحقيقة ممكن أخد دواء موجود في الصيدليات وبيتباع لمرض تاني وخزينه البيت وطعطاء واخده في الآخر هيؤدي إن أنا يحصل لي مشاكل كتيرة جدا نصيحة مفيش دواء إلا بوصفة طبية حتى الآن مفيش أي دواء وقائي ممكن يتاخذ لمنع الإصابة بالكورونا حتى الآن مفيش أي تطعيم ممكن يتاخذ عشان نقضي على الكورونا لحين ظهور علاج هل هناك بعض الأطعمة أو المشروبات اللي ممكن تساعد في زيادة المناعة للشخص العادي في مواجهة الإصابة بفيروس كورونا؟ مع العزل المنزلي والناس قاعدة في البيت وقلة الحركة ده بيسبب مشاكل كتيرة جدا ننصح الناس اللي هي قاعدة في البيت إنها تلتزم بالغيزة السليم الغيزة الصحي السليم نأكدتها الخضار طبق الصلاة مهم جدا الأكل يبقى فراش طازة بلاش أكل جنك فود أو الأكل اللي هو فيه دهون كتيرة على أساس ما يأثرش علينا الخضار مهم جدا والفواكه مهمة جدا لتقوية المناعة والحركة نتحرك نحن مقبلون على أعياد الربيع هذا الموسم بيلجأ الكثير من المصريين من الأكل بعض الوجبات مثل الفيسيخ والرنجا هل ممكن تأثر على صحة البعض وقد تؤدي إلى زيادة الفرصة للإصابة بفيروس كورونا؟ في الحقيقة الفيسيخ والرنجا هم سمك مملح فالملح الكثير ممكن يأثر على الأشخاص اللي عندهم ضغطة مرتفعة فإحنا عايزين نبقى حارسين في تناول الفيسيخ والرنجا عشان الملح ممكن يأثر علينا بالنسبة لأشخاص اللي عندها ارتفاعها في ضغط الدم في نفس الوقت الفيسيخ ممكن يبقى عائل لنقل مرض مهم جدا أنه هو البوتيوليزم أو التسمم الغذائي بالبوتيوليزم ودوة سموم بتطلع ماينفعش السخونية أو الطهي أنه يموتها فتكون موجودة وتؤدي المشاكل كتيرة جدا فإحنا نصيحة أن إحنا نتأكد من مصدر شراء الأسماك المملحة على عد ما نقدر ويتم تداولها وتخزينها بصورة آمنة ويستحب ما نكونش الأكل اللي فيه ملح كتير أو الفيسيخ عشان مشاكله اللي ممكن تظهر وما ندوش طبعا للأطفال الصغيرين المتعافون من فيروس كورونا المستجد هل بيكتسبوا مناعة من الفيروس ولا ممكن يصيبهم مرة أخرى؟ بالرجوع اللي باقي عائلة الفيروسات التاجية زي الكورونا زي الميرس زي السورس أو معظم الفيروسات بتكون مناعة بتكون أجساء مضادة في الجسم بتوفر مناعة لفترة معينة بتختلف الفترة دي من فيروس لفيروس تاني ومن شخص لشخص آخر حتى الآن عشان الفترة الزمنية بنتكلم في حوالي أربع شهور لسه قصيرة فاحنا مش قادرين نحدد المناعة بتوفر لغاية قدية بس طبعا فيروس الكورونا لما بيصيب شخص في المجمل بيؤدي إلى حدوث مناعة تمنع من الإصابة مرة أخرى حتى هذه اللحظة يعني بيقدر عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بحوالي أكثر من 2 مليون مصاب حول العالم منظمة الصحة العالمية قالت أننا لم نصل لذروة الإصابة بالفيروس حتى هذه اللحظة ما هي ذروة الإصابة بهذا الفيروس؟ هو الذروة حتى الآن مش هينفع أن نحددها لظروف كتيرة جدا من ضمنها أن بعض الدول لسه عندها نظام ترصد ضعيف شوية فما يعرفوش يحددوا الأعداد بصورة واضحة على مستوى العالم بالإضافة كمان أن في الأوبئة مثل الكورونا اللي احنا فيه دوت فيه أشخاص عندهم أعراض بسيطة ما بيروحوش إلى المستشفيات بس ممكن يبقى عرضة أنهما يعدوا أشخاص آخرين الفيروس انتشر بصورة سريعة جدا في وقت زمن قليل نسبة تراجع قليلة نتكلم في حوالي 7-8% في الفترة الأخيرة يوميا تراجع في معدل الإصابات اليومي ده شيء مبشر بس هو ياخد فترة زمنية طويلة شوية لغاية ما يتم السيطرة النهائية على الانتشار بتاع الفيروس طب إزاي أننا نقدر ما نوصلش لذروة الانتشار لفيروس كورونا؟ ما نوصلش بالتباع التعليمات السليمة أهم حاجة في التعليمات السليمة التباعد المجتمعي التباعد المجتمعي تباعد مكاني إحنا عايزين نقرب من بعض في الاتصالات والتواصل عشان ما يأثرش ده على ناحيتنا النفسية فعايزين نتكلم بعض بس عايزين نبقى بعاد شوية عن بعض بلاش السلامات الكتيرة الناس اللي ممكن يسمح لها العمل أنها تقعد في البيت أو تعمل من المنزل يريد يلتزموا من العمل في المنزل لأنه ببساطة شديدة أنا شخص مصاب قابلت أشخاص مش مصابين في مكان العمل أو في زحمة أو في أي مكان الأشخاص الغير مصابين دول عرضة أنهما يتصابوا فإحنا دلوقتي لغاية ما يبقى عندنا لقاح فاكسين طعم أو دواء نحاول لقلل انتشار الفيروس بالتباعد المجتمعي على قد ما نقدر عشان نأخر وتير التصارع لإصابة فيروس كورونا المستجد هل تحور حتى هذه اللحظة؟ حتى الآن لم يثبت التحور في الفيروس بشكل يقلق الفيروسات بصورة الطبيعية بتتحور كل فترة وفيروس الكورونا المستجد ده متحور من الفيروسات التاجية فهو أصله متحور في الأصل بس الفيروس اللي ظهر في 2019 في آخر 2019 حتى الآن هو الفيروس اللي موجود وينتشر على مستوى العالم لكن هل ممكن نشط خلال أيام المقبلة نسخة جديدة من فيروس كورونا المستجد؟ في الحقيقة هيبقى صعب شوية لأن الفيروسات دي بتحور كل كم سنة بصورة واضحة جثث المتوفى بفيروس كورونا المستجد هل بتكون مصدر لنقل العدوى؟ العدوى موجودة في الإنسان والإنسان بيعدي عن طريق أن يكوح أو يعطس الجثة بعد تكفينها ووضعها في كيس الموتى وهو كيس غير منفذ للسوائل وتطهير الكيس من خارج الجثة ما بتبقاش معدية لأي شخص تاني لأن الفيروس نفسه موجود جوه الكيس اللي هو مقفول فالجثث بأي حال من الأحوال لو تم التعامل معها من مستشفى لغاية مكان الدفت بالصورة السليمة اللي هو الأشخاص محدودة اللي هتشيل الجثة ويتم دفنها ولابسين أدوات مقاعدة شخصية لن يحدث أي إصابات دي كده تعتبر الطريقة الأمنة لدفن الجثة المصابة أو المتوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد نحن مقبلون على فصل الصيف بيشهد ارتفاع يعني ملحوظ في درجات الحرارة هل سيؤثر هذا الارتفاع على حياة فيروس كورونا المستجد؟ الفيروس موجود في جوه الإنسان جوه الرئة فينتقل من رئة إلى رئة ففي الحقيقة الفيروس من ساعة ما انتشر دول كتيرة انتشر فيها الفيروس عندها ارتفاع في درجة الحرارة ورطوبة الأمن الوحيد أن الدول تعظم من إجراءاتها الوقائية والتقصي وإجراء اختبارات لأكبر قدر ممكن من الأشخاص المشتبهين عشان تحديد الإصابات لعزلهم وعلاجهم لمنع الانتشار نحن نعول كتير على درجة الحرارة للأسف في الآخر دوت لن يؤدي إلى احتواء الفيروس على مستوى العالم لكن الفيروس بيظل لمدة معينة يعني عالق في الهواء الفيروس موجود في قطيرات القطيرات دي تقيلة فبتنزل ما بتدقاش معلقة في الهواء من فترة كان في بعض الإشعاءات بتتكلم على أنه ينتقل عن طريق الهواء هو الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء ينتقل عن طريق الرذاز الهواء دي في بعض التدخلات الطبية داخل المستشفيات والمنشآت الصحية يعني بعمل بركب بوبة حنجرية أو بركب جهاز نفر الصناعي فده الفريق الطبي بيكون لابس زي مخصص للتعامل مع مثل هذه الحالات بس في البيئة الطبيعية الفيروس هنتقل عن طريق الرذاز فعشان كده الرذاز لن يكون له القدرة أنه يبعد بعيد في الطبيعة فإحنا عشان كده بيقول نبعد بعيد عن بعض في نفس الوقت لو أنا بتكلم وحد عنده الفيروس الرذاز دوت أنا بعيد عنه آه بس في الآخر هيجي على التربيزة أو هيجي على أكرة الباب أو هيجي أي مكان فإحنا بنقول حكتين نبعد بعيد ونلتزم بتطهير الإيد بما يوصفون أو كحول بصورة مستمرة عشان لو أنا مخدتوش بالرئة استنشقته من هنشخص مصاب ماخدوش بإيدي ودعك عينية فأقوم واخد الفيروس بطريقة أخر طريقة التلامس هناك بعض الأشخاص الذين يرون أن فيروس كورونا لا يستحق هذه الدجة التي تثار حوله ممكن يكونوا بيستهونوا بالموضوع بعض الشيء ممكن نوجه لهم نصايح لو خدنا الموضوع بخصوص الأرقام الفيروس كورونا والوفيات بتاعة الفيروس كورونا أهل من حاجات كثيرة جداً زي حوالدس الطرق مثلاً أو الأمراض النتيجة عن السرطان أو حاجات كثيرة جداً الوفيات فيها أكتر بس في الحقيقة ما فيش حاجة من الأمراض التانية بتؤدي إلى إغلاق حدود من الدول تعطيل العمل تعطيل الدراسة فيروس كورونا خطورته في سرعة انتشاره منتشر بصورة كبيرة جداً التصارع المستمر في انتشار الفيروس ممكن يؤدي إلى كوارث كتيرة زيادة الحالات في فترة زمنية أو الأيلة ممكن يؤدي إلى انهيار النظم الصحية بالكامل فالفيروس لقى الفيروس خطير ولازم الفيروس بالمجمل من الفيروسات الضعيفة اللي ممكن نتغلب عليه بالاتباع للنصايح البسيطة جداً الفيروس بالنسبة بيموت بأي مطهر بسيط جداً وفي نفس الوقت التباع المجتمع ممكن يقلل الانتشار بس لو احنا ملتزناش هيبقى الأعداد كبيرة أكبر كتير من ما نتخيل وفي نفس الوقت المصابين بمشاكل خطيرة من الفيروس هيبقى عادتهم كبير جداً بحيث النظام الصحي المستشفى وإسرة الرعاية ما تقدرش تستوعب كل الأعداد هناك بعض الأشخاص الذين يغالون في استخدام المتغيرات والكحول هل للكحول تأثير على الجهاز التنفسي أو الرئة؟ أي مادة نفاذة ممكن تؤثر بصورة عكسية وتعمل تهيك في الأخشية المخاطية زي الكحول أو زي الكلور مثلاً ممكن يؤثره على الأخشية المخاطية وعمل له الاتهابات على الجلد مثلاً أو في الأخشية المخاطية النصيحة اللي احنا بنقولها في الكحول بالذات احنا نغسل إدينا ماء والصابون كل ما أمكن لو مش ماء والصابون على داية مش بحط على وشي حاجة الكلور أحضر الكلور المطهر في مكان مفتوح جيد تهوية يعني جنب شباك أو كده بحيث أن يبقى فيه تهوية للمكان عشان لا يؤثر على الرئة بتاعتي تقييم حضرتك للأنظمة الصحية لدول العالم في التعامل مع فيروس كورونا المسجد الأنظمة الصحية تختلف من دولة لدولة الاستعداد المفروض كان موجود في كل دول العالم لمثل هذه الجوائح بس في الحقيقة لما الأعداد تسرعت بصورة كبيرة في فترة زمنية وليلة أنظمة صحية كتيرة جدا على مستوى العالم حصل فيها انهيار تام للخدمة الصحية زي ما شفنا في دول كتيرة فيه نظمة صحية كانت مستعدية وحاولت تعمل تأخير للتصارع دوت فقدروا بصورة كويسة جيدة أنهم يحتووا المرض فيه حتى الآن عديد من الدول لسه عندها القدرة محدودة للتقصي للحالات فهتلاقي فترة قريبة هنلاقي أن عندهم نفس المشكلة اللي حصلت من تصارع الحالات لأنهم هيكتشفوها فجأة بعض الدول الأوروبية بدأ فيها تراجع لأعداد المصابقات هل يمكن أننا نقول أننا على مشارف انحصار الفيروس؟ انحصار الفيروس ده فيروس ده وباء عالمي انحصار الفيروس لازم يتم على مستوى العالم لجميع دول العالم اللي بيحصل حاليا في القرى الأوروبية لعداد زائد فترة زمنية كبيرة فترة اللي فاتت كان العداد بتزيد دلوقتي العداد بتقل كل يوم تقريبا بنسجل أعداد إصابات أقل من اليوم اللي قبله ودي حاجة مبشرة جدا مثلا نحتاجين نوع فترة شوية لغاية ما الفيروس يختفي إن شاء الله من أوروبا ومن العالم كله دكتور علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية بمصر كنت ضيفا كريما معنا بنشكرك على هذا اللقاء وبنشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة